كمان كان فيه اجتماع للدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية وقال إن المشروعات ذي لها أهمية كبيرة جداً وبتحظى بمتابعة مستمرة من رئيس عبدالفتاح السيسي عشان كده الحكومة حريصة على إنها تتابع الموقف التنفيذي لها أول بأول وطلب الدكتور مدبولي من الاستشاريين سرعة البدء في إنشاء المباني السكنية وتنفيذ أعمال ترميم المناطق الأسرية لاستعادة رونق القاهرة التاريخية اشتركوا في القناة